إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص والنمسا على مختلف الأصعادة سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا كما يتزامن هذا اللقاء مع مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية حيث سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية وأود هنا أن أتوجب الشكر للسيدة رئيسة المفاوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمصار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعا كما أود أن أرحب بفخامة رئيسة وزراء إيطاليا وفخامة رئيس وزراء اليونان لدورهم المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء سنائيا أو من خلال العليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي وأود أيضا الترحب بفخامة رئيس وزراء بلجيكا وإذ أتقدم له بالتهنئة على تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي فإنني أؤكد أن مصر تعول على رئاستكم لتحقيق المزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية كما أهرب عن تقديري لمبادرة فخامة مستشار النمسا بالاندمام إلى القمة المصرية الأوروبية وأرحب أيضا بفخامة الرئيس القبروسي مثمنا حفظه على المشاركة في هذه القمة المهمة أبديو في مصر الكرام أرحب بكم مجددا في مصر وإنني على يقين من أن اجتماعنا اليوم سيتوح لنا الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك أشكركم على حسن الاستماع والآن أدعو السيدة الرئيسة المفاوضة الأوروبية لإلقاء كلمتها فلتتفضل فخامة الرئيس وأنا سعيدة عن حق لوجودي هنا اليوم مع دولة مملكة بلجيكا ورئيس الحال للتحاد الأوروبي وكذلك فخامة رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان وهذه لحظة تاريخية عن حق اليوم نافع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل يشمل شراكة استراتيجية وشاملة ونوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار إلى تقم الخفض من الكربون وإدارة الهجرة وأهم من ذلك في الاستثمار في الناس وفي التعليم والثقافة والشباب وهذا نصاحب حزمة من الدعم المالي يبلغ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة ولسوف نعمل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة كذلك نلتقي في وقت يمتلئ بالأزمات نحن قلقون إزاء الحرب في غزة وكذلك الوضع الإنساني الكارثي فإن غازة تواجه المجاعة ومن أهمية بمكان أن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق صراحية رهاء وسمح بالمساعدات الإنسانية لدخول إلى غزة ونحن نقشى من الدخول في عام حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى إضافة سكان أكثر فأكثر أود أن أعتقد ووجه الشكر إلى مصر على دعمها الكبير للتأكد من وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة إن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصيلها لغزة عن طريق البحر والبر والجو ونعمل جمع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين وإني أتطلع عن حق لمحادثاتنا اليوم لتعميق تعاون أكثر فأكثر واتفقنا على أن أهم شيء ديسبر الشراكة الاستراتيجية والشاملة هو أن نصل إلى أن الاتفاقية تتحول إلى استثبار فعلي على أرض الواقع ويفيد الشعب ويوجد فرص العمل ويشرك قطاع الأعمال على الناحيتين في الضفتين شكرا جزيلا أشكر السيدة الرئيسة المفوضية الأوروبية على كلمتها وأدعو دولة رئيس وزراء مملكة بلجيتا الرئيس الحالي للتحاد الأوروبي للقاء كلمتها فليتفضل شكرا فخامة الرئيس ومن جانبي شكرا لاستضافتنا هنا جميعا هنا الشراكة الاستراتيجية التي نناقشها هنا اليوم في الواقع سوف تؤتي بثمار هنا نتطلع إلى مثل هذه الشراكة التي تؤتي بثمارها في الاستثمار والتي تخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز قدرتنا وطاقتنا وكذلك تفي بتطلعات الشعوب التي نمثل هنا نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكة العالم الذي نعيش فيه وأكثر اضطرابا عن ذي قد لدينا هنا سراعات المروع في الشرق الأوسط ونرى أثارها هنا يوما بعد يوم في البحر الأحمر وعدم الاستقرار يؤدي إلى أن مثل هذه الشراكة نحن بحاجة إليها أكثر من ذي قدل وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها شركة على المستوى السياسي وشركة على المستوى الاقتصادي وكذلك شركة للحد من الهجرة غير الشرعية الهجرة موجودة بالفعل طالما ما كانت متواقدة وكذلك فالهجرة غير الشرعية والإتقار في البشر واستغلال البشر هو أمر لابد من الحد منه والقضاء عليهم وكذلك نعمل على الأسباب الجذرية التي تعني أن نخلق منظورا ومندركات وفرص عمل وكذلك نمو اقتصادي واتفاق مثل هذا الاتفاق هو منظور يهدف وخلق المنظور هو أحد السبل للحد من الهجرة غير الشرعية على قناعة بأن هذا يمكن أن يخلق ديمقراطية حيوية ومجتمعات حيوية بها أصوات ومزيد من المساحات هو كذلك عنصرا إضافيا للأجيال القادمة ومثل هذه الاتفاق لابد أن تفي بما تطلع إليه الأجيال الشابة وهو فيهم يستحقوا لأن يجعلوا بلدانهم أكثر قوة شكرا سيدي الرئيس أشكر دولة رئيس وزراء مملكة بلجيكا الرئيس الحال للتحاد الأوروبي على كلمته وأدعوه فخامة رئيس الجمهورية القبروسية لإلقاء كلمته فليتفضل شكرا سيدة الرئيس السيسي على هذا الترحاب الحار وكرم الضيافة الذي لقيناه أنا فخور لوجودي هنا اليوم مع رئيسة المفعوضة الأوروبية والزملاء وذلك لفتح علاقة جديدة وحدة علاقة جديدة ما بين العلاقات المصرية والأوروبية هذه العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة تعمناها لفترات طويلة وإن الإعلان المشترك الذي يوقع إنما يرسي لبنت هذه العلاقة وهي واسعة النتاق وتمنح الفرص للاستفادة منها إن التأكيد والإعلان يبين ويؤكد أمرا كان دوما واضحا لنا في المنطقة إن الاتحاد الأوروبي ومصر هم شركاء طبيعيين استراتيجيين بالسبب الاهتمام بالأمن وأفاق الأمن والازدهار إن مصر هي أقرب بلد في الجوار الأوروبي وهي بلد في الشرق الأوسط ولها دور محوري في البنيان الأمني للمنطقة هذا الفصل الجديد في العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي يبين أن مصر إنما هي ركيزة لاستقرار في خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت لاستقرار يبغي الاستثمار فيه وفي ذات الوقت إن مصر تصبر أغوار الكثير من التحديات في ظروف اقتصادية الصعبة بما في ذلك الصراعات في غزة وسودان وليبيا وعدم الاستقرار في البحر الأحمر والتهديدات للأمن الغذائي والمائي والإرهاب وكذلك أزمة اللاجئين وطبعا الهجرة غير الشرعية وعلى صعيد غزة نحن نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن وكذلك للقيام بعملية مشاعدات إنسانية وسعة النطاق لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف الصراحة لا يتشعب أكثر من ذلك وأن تقود الطريق لكي تؤدي إلى إنشاء البلدين أو حل دولتين طبعا أنا ضد نجوح المدنيين ونحن عن حق نعرف عن حق قلق مصر الأمني ونسعي إلى ثلث السلام بين مصر وإسرائيل ونؤكد أن حل الدولتين هو الشبيل الوحيد لضمان أن الكل يعيش في سلام وفي أمن وبالنظر إلى الوضع الصعب لغزة فإن قبرس مع مجموعة من الدول الشركاء والاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيسة المحوضة الأوروبية قمنا بإنشاء محور إقليمي لتقديم مساعدات موكدة للحياة لغزة ونحن سعداء أن هذه المساعدات الضرورية بدأت في وصولها إلى غزة في المدنيين ونعلم تمام العلم أن التحديات كبيرة وأن المساعدات غير كافية وأن مسارات البرية لإصال المساعدات هي المسار الأساسي لإصال المساعدات الإنسانية ولا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن استجالها بأخرى وكذلك آمن أن نرى تعاونا وثيقا ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بعملية السلام الشرق الأوسط وكذلك في عقد الاتخابات في ليبيا بسرعة وكذلك نحاول التعامل مع القوى العسكرية هناك وكذلك وقف إطلاق النار في السودان وتحقيق الأمن في البحر الأحمر وما يتجاوزه وطبعا في إقليم شرق المتوسط اليوم إنما هو بداية علاقة قوية وتعود بالفائد على الجانبين ما بين مصر والاتحاد الأوروبي شكرا سيدي الرئيس أشكر في خامة رئيس الجمهورية الكبروسية ودعو دولة رئيس وزراء اليونان لإلقاء في المتفال يتفضل شكرا سيدي الرئيس أنه من دواعي سروري أن أتواجد هنا في القاهرة في هذا اليوم الخاص بالنسبة للعلاقة المصرية الأوروبية وبالنسبة لنا جميعا فإننا هنا قد عملنا بكد في قبرس من أجل رفع مستوى العلاقات إلى مستوى شراكة الاستراتيجية والشاملة هذا هو يوم فارق والذي يعترف بالدور المصري أو أهمية مصرية العميقة والاستراتيجية فيما يخص الاستقرار والرخاء ليس فقط لمنطقة شرق المتوسط ولكن لأوروبا ككل وبالطبع فإن الإعلان المشترك الذي سنوقع عليه اليوم يضع الحجر الأساس لتنفيذ هدفنا ونياتنا وأن يجعل هذه الشراكة الاستراتيجية تتمتع بالعمق الضرورية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالطاقة كما أنه يقر بالأهمية التي يمكن أن نقوم بها ليس فقط في مجال الاقتصاد ولكن خلق فرص العمل للمصريين من خلال الاستثمار وكذلك هذا يتعلق بالطاقة وبالمشروعات التي يمكن لمصر واليونان أن يلعبوا فيها دورا حساسا من أجل تطوير ليس فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة المتقددة ولكن مصادر أخرى وأننا التي سوف نحاول أن نصل إلى أوروبا من هذا المنظور من أجل تأمين أوروبا ما هذا يعني أن هناك المزيد من المشروعات الجديدة والأكثر طموحا والتي في المستقبل تعمل على التحولات كما تحدثت سيادتك عنها في مجال الغاز وفيما يتعلق بالتعاون وخاصة في مجال الهجرة أولا نريد أن نقر بالجهد الضخم الذي تبذله مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين من العديد من البلدان التي واجهت صعوبات اقتصادية وسياسية خطيرة والرئيس السيسي دعني أقول إذا كانت مصر تتمتع بالرخاء فإنها سوف تساعد دول أخرى تعاني من عدم الاستقرار مثل سودان وليبيا والتي أكبر شعبها ليس فقط على الفرار من الصراعات الداخلية بل كذلك من الأزمات الاقتصادية ولكن كما أشارت السيدة رئيسة المفوضية رئيسة المفوضية أننا كذلك فأننا ندعو لأبرياء الذين شعرون باليأس وأن نكفل كذلك مسارات جديدة عدم فتح مسارات جديدة وأن نفتح مسارات قانونية لغير المصريين الذين يلقاؤون إلى الاتحاد الأوروبي نحن نعمل عن كتب مع مصر وقد نرحب على مدار العقود بالعمل مع مصر واعتقد أن شراكتنا يمكن أن تكون نموذجاً يحدث به فيما يمكن أن نحققه نتيجة لهذه الشراكة الجديدة الشاملة والاستراتيجية وفي النهاية فيما يخص مسألة غزة دعني كذلك أن أعرب عن بالغ قلقي إذا الموقف أننا نؤكد مرة أخرى على وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق صراحة الرهائن وأننا كذلك أدعو ما قل لا يمكن أن نقبل تحت أي ظرف أي نزوح قصرية لشعب الفلسطيني إلى مصر وأننا كذلك نقر بالمخاوف العميقة الأمنية لمصر حينما يتعلق الأمر بهذه المسألة وأنني أأمل أننا يمكن أن نعمل مع الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يخص البحث عن السبل التي يمكن أن نعمل معا مرة أخرى بالنسبة للحلول الوقعية والسياسية طويلة الأمد للمأساة الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين مرة أخرى سيدي الرئيس أنه من دواعي سروري البالغ أن أتواجد معكم وأن تحبني كذلك رئيسة المفاوضية وزملائي المقارين من الاتحاد الأوروبي هذا اليوم ننعلق عليه أهمية كبيرة وهو يوم مقدر بالنسبة لنا أشكر دولة رئيس وزراء اليودان وأدعو دولة مستشار النمسا للقاء كلمتي فليتفضل شكرا مرة أخرى على هذه الضيافة الرائعة وعلى استقبالنا جميعا أصدقاء مصر هنا في القاهرة اليوم إن مصر كانت دوما شريكا هاما وبدغ الأهمية لأوروبا في عدة مجالات وأنا سعيد أننا استطعنا ترفيع للاقات إلى مستوى أعلى عندما صرتكم في القاهرة في إبريل الماضي شعرت بأهمية برامة التفاقية للتعاون المشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي كان هذا من أهم أولويات الأجندة السياسية للنمسا في العام 2018 رغم تتذكر هذه المحادثات وأستطيع القول أننا وصلنا إلى هذه الاتفاقية لهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي وأستطعنا أن نوجد حالة يفوز فيها كلا الطرفين أولا أود أن أتوجه لك بالشكر سيد الرئيس وكذلك سيدة رئيسة المفوض الأوروبية على هذه القيادة الرائعة وأود كذلك أن أقدد امتناني لك فخمة الرئيس السياسي لإستضافة هذا الكم الهائل من اللاجئين في مصر وتأكد من عدم وجود أي مراكب للتهريب الأشخاص من مصر إلى البلدان الأخرى وعندما نظر في هذه الاتفاقية لا ينبغي فقط أن نركز على موضوع الهجرة والتنقل بالنسبة للعمال المهرة ولكن ينبغي أن نساعد في خلق الفرص لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والآن أتحدث عن الحرب بين إسرائيل وغزة أود أن أقدس امتناني لفخمة الرئيس السياسي على مساعداتك وعلى كل المجهودات المبذولة صوبة الوضع في غزة بما في ذلك إجلاء الجانب من غزة إلى مصر إن مصر شريك حيوي لتقديم المساعدات الإنسانية ضرورية للبقاء على قيد الحياة في غزة ونحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي بعدما أثبتت حماس هجومها الإرهابية على إسرائيل في السبع من أكتوبر ولكننا قلقون إزاء الوضع الإنساني في غزة والأعداد الضخمة للمدنيين الذين تعرضوا للوفاة والإيذاء والإصابات وننا نتمنى أن نحقق هدنة إنسانية وإطلاق صراح الرهائن قبل رمضان إن إطلاق صراح الرهائن إنما يبقى أولوياتنا الأولى شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة أشكر دولة مستشار النمسا على كلماته هذا هو دولة رئيسة وزراء إيطاليا لإلقاء كلماتها فلتت فلتت الرئيس السيسي زملائي الأعزاب هذا يوم تاريخي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأود أن أشكركم على هذه الكلمات وأشكر زملائي وأقول أنني فخور بالدور الذي قامت به إيطاليا لتحقيق هذا الهدف أشان الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في السياق الحالي تأتي السياق الحالي الذي نواجه في العتيد من الزمان التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة البحر المتوسط إلى دركة لا يمكن تخيلها تلك العواقب قد تدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع ديرانها من الجنوب لمعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها معنا مثل الأمن الغداء والمياه وأمن الطاقة والتنمية والهجرة لذا فإن الإعلان المشتركة وهذه المبادرة التي نوضع عليها اليمن في رأيي تظهر كليا استعدالنا لتعزيز وتشكيع هيكلا أو اسلوبا هيكليا جديدا للتعاون بين شاطئ المتوسط وفي هنا على الجانب الآخر من الشاطئ فإن مصر تلعب دورا رياديا هو نموذجا جديدا لمد البعد الذي دعمته إيطاليا وبدأناه في تونس منذ إشهار قليلة فهذا العمل مستمر كذلك أرسولا لمجاهدا أن إيطاليا تدعمها وأنها تعمل إلى جانبها وتدعم هذا العمل الذي تفضله ويمكنها دائما أن تعاول علينا في هذا العمل وتنفيذ الشراكة مع مصر أعتقد أن كان قال كل السملة أن هذه المبادرة أفضل وسيلة لمعالجة تحدي الهجرة ومكابل واجهة التدفقات غير الشرعية ومن الإدكار في البشر الرئيس السيسي أننا نرحب بقهود مصر في هذا الصدد نحن نتطلع إلى العمل معا أكثر من ذي قبل من ناحية لمساعدة بدان المنشأ والمعبر بالدعم والاستثمار والتنمية والتعاون لمواجهة التدفقات غير الشرعية ومن جانب آخر نتلع من هذه الزور أن تعملوا على تحسين بهدناء لمواجهة المتابلين في البشر ووقف التدفقات فالتدفقات لا يمكن اهدد ساب أعدادها بالنسبة في إيطاليا لديها خطة في القارة الأفريقية وننفذها وهي مقدرة بأكثر من 5 مليار ومصر جزء من هذه الخطة ونريد أن نحولها إلى خطة ملموسة على الوجه السرعي ومصر اليوم سوف نوقع على العديد من الاتفاقات التنائية الهمة جزء من هذه الخطة وهكذا تصبح الخطة أكثر ملموسة بشكل أكبر بالنسبة لمجموعة السابعة تحت قيادة إيطاليا فإن أفريقيا كذلك دعمت التعاون والهجرة ستكون أحد الموضوعات في قمة دول السابعة وما نريده وأن نطلق كذلك تحالفاً عالمياً ضد المتاجرين في البشر ومن الواضح أن هذا العمل مقدر وثمين نتيجة للموقف الدولي المعقد الذي نواجهه الأزمة في غزة بالطبع هي تأتي على تأتي في أهمية تأتي على قائمة المخاوف لدينا ونطلع إلى وقف إطلاق النار الفوري وخلق ممرات إنسانية وإطلاق صراحة الرهائن ونؤيد بشدة الوساطة التي تتولها مصر مع البلدان الأخرى إيطاليا منذ بداية الصراع قد دعبت دوراً فعلاً في توفير المساعدات الإنسانية لشعب غزة والآن نركز على الأمن الغذاء ولكن من الحدمية هو استئناف هوارنا السياسية يهدف في النهاية إلى حل الدولتين الزملاء العزاء والعزيزي الرئيس السيسي فإنني أهلئكم على هذه القرارات الشجاع وأشكركم على العمل المهم والعمل الأدني سنواصله معها أشكر السادة القادة الأوروبيين على كلماتهم التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية ويدرك واضح لدور مصر كشريك أساسي وموثوق فيه في مختلف مناحي التعاون اسمحوا لي أن أدعو الآن إلى انتهاء الشق الافتتاحي العلني من اجتماع اليوم وأدعو وسائل الإعلام في التفضل حتى يتسنى بدء الشق المغلق للاجتماع ترجمة نانسي قنقر